أهلا بكم مجددا الآن سوف أفعل مسألة أخرى عن مبدأ حفظ الطاقة وهذه المرة أود أن أضيف شيئا جديدا وحتى الآن في كل شيء فعلناه الطاقة كانت محفوظة قانون حفظ الطاقة ولكن هذا لأن جميع القوة التي تعمل في هذه الأنظمة كانت قوة محافظة الآن سوف أدخل إلى مسألة تحتوي القليل من الاحتكاك وسوف نرى بعض الطاقة سوف تضيع في الاحتكاك ويمكننا أن نفكر قليلا أين تذهب الطاقة إذن دعنا نقول أنا حصلت على هذه المسألة وحصلت على هذه المسألة إذن لدي هذه المسألة وتقول المسألة أن لدينا دراجة وراكب وكتلة الدراجة والراكب معا تساوي 90 كيلوغرام إذن كتلة الدراجة والراكب معا تساوي 90 كيلوغرام ونبدأ من حالة السكون من أعلى تلة ترتفع 500 متر حسنا إذن أعتقد أن هذا يعني أن التلة تشبه شيء كهذا إذن هذه هي التلة وهذا هو الارتفاع الذي تحدثنا عن وهو 500 متر إذن طول ذلك هو 500 متر إذن 500 متر مع ميل عن منحدر مع الميل بزاوية مقدرها 5 درجات ويمكن أن تظهرها كأنها حافة كما فعلنا في المسائل الأخرى هذا مستقيم جدا حسنا ولنفرض أن معدل قوة الاحتكاك هي 60 نيوتن حسنا لم يعطونا معامل الاحتكاك في المسألة وعندما نريد أن نجد قوة التلامس العمودية إنهم يقولون لنا ما هي قوة الجر من الاحتكاك كم الكمية التي يؤثر فيها الاحتكاك ضد حركة الراكب يجب أن نفكر قليلا من أين قوة الاحتكاك تأتي إذن قوة الاحتكاك تساوي 60 نيوتن وبالطبع سوف تكون عكس اتجاه الحركة أو حركتها هو سؤال هو أجد سرعة الدراجة عن قاعدة التلة عند قاعدة التلة إذن الدراجة سوف تبدأ من هنا من حالة السكون هذا الراكب البارع في القيادة ونحن نحتاج لإيجاد السرعة في القاع إذن هذه عند درجة ما هي مسألة طاقة وضع من التعريف هي مسألة حفظ الطاقة الميكانيكية دعنا نجد ما هي طاقة النظام عندما يبدأ المتسابق إذن المتسابق يبدأ من أعلى التلة وهو يمتلك طاقة وضع لأنه في حالة السكون فهو لا يملك طاقة حركية إذن كل الطاقة هي طاقة وضع وما هي طاقة الوضع؟ طاقة الوضع تساوي الكتلة ضرب التسارع طاقة الوضع تساوي الكتلة ضرب التسارع تسارع الجاذبية الأرضية ضرب الارتفاع صحيح وذلك يساوي الكتلة وهي 90 كيلو إغرام وتسارع الجاذبية الأرضية هو 9.8 متر لكل ثانية تربيع وهنا سوف نستعمل قليلا النسب المثلثية ونحن نحتاج لإيجاد هذا الجانب من المثلث هذا المثلث بأكمله دعنا نرى نريد أن نجد المقابل ونحن نعلم الوتر ونعلم هذه الزاوية هنا إذن جيب الزاوية يساوي المقابل مقسوم على الوتر إذن الجيب هو المقابل على الوتر حيث أننا نعلم الارتفاع سوف نفعل قليلا هنا يوجد جيب الخمس درجات يساوي الارتفاع تقسيم 500 أو أن الارتفاع يساوي 500 ضرب جيب الخمس درجات وقد حسبت جيب الخمس درجات دعني أتأكد من أنه ما زال محفوظا لأن الآلة الحسبة ليست معي اليوم لكن يمكنك أن تجد ذلك إذن هذا يساوي 500 ضرب جيب الخمس درجات والذي يساوي 0.087 وبضرب هؤلاء على ماذا سنحصل أنا أستعمل الآلة الحسبة في جوجل إذن 500 ضرب جيب جيب 0.087 هذه تساوي 43.6 إذن ارتفاع التلة هو 43.6 متر إذن بالعودة إلى طاقة الوضع هنا الكتلة ضرب التسارع للجاذبية ضرب 43.6 هذا سيساوي سأستعمل الحسبة البسيطة لأنه ليس علينا حساب النسب المثلثية إذن 90 ضرب 9.8 بالعشرة ضرب 43.6 هذا يساوي حوالي هذا يساوي حوالي 38.455 جول جول أو نيوتن متر هذا مقدار كبير من طاقة الوضع إذن ماذا حدث عند قاعدة التلة في أسفل التلة كل هذه كل هذه تحولت إلى أو ربما يجب علي أن أقول هل كلها سوف تتحول إلى طاقة حركية في الغالب أنه يوجد قوة احتكاك هناك والاحتكاك يمكن إظهار الاحتكاك كشيء يأكل الطاقة الميكانيكية وهذا ما يسمى القوة الغير محافظة عندما يكون لديك كل هذه القوة تعمل فإن القوة ليست محفوظة إذن إن الذي أفكر فيه هو أن الطاقة أن الطاقة دعني أسميها الطاقة الكلية إذن دعني أقول الطاقة الكلية الابتدائية دعني أكتب الطاقة الابتدائية تساوي الطاقة الضائعة الطاقة الابتدائية إنيشيال إنيرجي تساوي الطاقة الضائعة الضائعة ضد الإحتكاك ويجب أن أكتبها بالحروف ضائعة ضد الاحتكاك زائد الطاقة النهائية إذن نحن نعلم الطاقة الابتدائية في هذا النظام هذه تمثل طاقة الوضع للدراجة والراكب إنها حوالي 38455 جول بالتقريب دعنا نجد الطاقة الضائعة ضد الاحتكاك أو كم مقدارها والطاقة الضائعة في الاحتكاك هي شغل سالب إذن ماذا نعني بشغل السالب؟ جيد الدراجة تتحرك 500 متر في هذا الاتجاه تتحرك في هذا الاتجاه إذن المسافة هي 500 متر ولكن الاحتكاك يؤثر على طول المسافة والاحتكاك يؤثر عكس اتجاه المسافة إذن عندما تؤثر القوة في الاتجاه المعاكس للمسافة فإن الشغل سالب إذن طريقة أخرى لتفكير في هذه المسألة هي الطاقة الابتدائية تساوي أو يمكنك القول الطاقة الابتدائية زائد زائد الشغل السالب للاحتكاك إذن قلنا أن هذه كمية سالبة هذا سوف يساوي الطاقة النهائية وهنا أخذت الاحتكاك ووضعته في الجانب الآخر لأنني قلت هذه يجب أن تكون كمية سالبة في النظام إذن يجب عليك أن تتأكد إذا كان بحوزتك احتكاك في النظام وذلك لفحص أن الطاقة النهائية ستكون أقل من الطاقة الابتدائية إذن الطاقة الابتدائية هي 38.5 كيلو جول ماذا يفعل الشغل السالب في الاحتكاك إذن 500 متر في خلال 500 متر دائما تدفع للخلف بقوة مقدارها 60 نيوتن إذن القوة ضرب المسافة إنها سالب 60 نيوتن سوف تكون في الاتجاه المعاكس من الحركة ضرب 500 وهذه الكمية سوف تكون في النهاية ستكون هذه الطاقة النهائية صحيح وما هي إذن 60 ضرب 500 تساوي 3000 لا إنها 30 ألفا إذن بطرح 30 ألفا من 38500 هذا سيعطينا سالب 30 لا يجب علي أن أفعل هذا يمكنني فعل ذلك في دماغي إذن ذلك يعطي 8455 جول يساوي الطاقة النهائية وما هي الطاقة النهائية جيد خلال هذا الوقت الراكب يمكنه العودة إذن كل الطاقة الآن حولت إلى طاقة حركية صحيح وما هي صيغة الطاقة الحركية إنها نصف 45 45 إذن سوف نحصل على مربع السرعة يساوي 187.9 وبأخذ الجاذر التربيعي لذلك ستكون السرعة 13.7 إذن السرعة النهائية بأخذ الجاذر التربيعي لكل الطرفين سوف تكون السرعة النهائية والتي تساوي 13.7 أعرف أنك لا تستطيع قراء ذلك إذن 13.7 لكل ثانية وهذه مسألة ممتعة ممتعة أكثر لأنها هنا كانت الطاقة ليست بالكامل محفوظة إذن يمكن القول أن بعض الطاقة أكلت بفعل الاحتكاك وفي الواقع تلك الطاقة لا تذهب للعدم إنها تحولت إلى حرارة وهذا منطقي إذا مسحت سطح بورقة الرمل فإنه فإنه سوف تشعر بحرارة السطح بعد مرور فترة زمنية ولكن الاحتكاك هنا لم يكن خاصا من أين أتى إنه أتى من العجلات للدراجة إنها قد تكون من ربما الدراجة انزلقت قليلا للأسفل لا أعلم لكن ني آمل أنك وجدت ذلك ممتع والآن أنت ليس فقط تعمل مع قانون حفظ الطاقة الميكانيكية ولكن أيضا يمكنك العمل مع مسائل فيها القليل من الاحتكاك على كل حال أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر